مرحبا بكم مجددا في برنامج تريندين على شاشة شروق نيوز أين سنرصد لكم أهم مواضيع السوشال ميديا لا تحتاج الحقائق للتأكيد فلن يطالبك أحد بدليل علمي على وجود الجاذبية مثلا لكن لا بأس بالتذكير طالما تناولتم أنتم موضوع الحائق على مواقع التواصل الاجتماعي هذا اللبس الذي تراه الآن هنا على شاشة كانت ترتديه جدتي ومن المؤكد أن جدتك أو أمها ارتدته أيضا رداء من البياض يخفي خلفه نسوة حرصن الأرض والعرض سيدات كان لهن من الجهاد نصيب يصل إلى تدنيس أنفسهن بالأوساخ إذا رغب الجنود الفرنسيون في الاعتداء عليهم وأي نقاء أكثر من هذا تلك روابط بين الكرامة والوطن 450 مليون دولار هو ما تسويه هذه اللوحة لوحة جميلة بوباشا والتي رسمها العالمي في كاسو لكننا نرسم على التاريخ لوحات خالدة تسوي أكثر من هذا المبلغ كلوحتي الجرف والقصبة وفي الجرف معركة دامت لسبعة أيام فاز فيها القرويون ببناديقهم على الفرنسيين بطائراتهم أما معركة الجزائر فيمكنك مشاهدتها في الفيلم الذي حدثتنا عنه خديجة بن جنة هذا الفيلم بالمناسبة حاصل على الأوسكار فيلم لابا طايدالجي وهذه هنا بنت السلطان وكل من ارتدت الحيك الجزائري بنت سلطان فهذه سهلة معلم تحتفل باليوم العالمي للدفاع عن حقوق المرأة بهذه الصورة ونلاحظ هنا على جبينها خيط الروح الجزائري أيضا هناك من حاول نسب الحيك لنفسه عملية تقليد فاشلة وكأن الحيك قصيدة وشاعر لا يحسن النظم قلدها فأردد ما قال تميم البرغوثي أرى الشعراء لما قلدوني مقاليد الإمامة قلدوني بيكتمل الكلام وقلدوني وطير الشعر يرزق من يدي أما تعليقاتكم فنقرأ منها مثلا حبيبة تقول كم أنت رائع به يا خديجة وكم أنت مبدع في فن الرد جزائرية وأفتخر بك وعمار يقول اعتزاز المرء بثقافته دليل واضح على أنه إنسان حر ودليل على ثقته بنفسه واعتزازه بها أما فيصل فيقول جدة ربي طول في عمرها مازال لبسات لليوم ربي طول في عمرها